عمشوف انت راضي اكتر او انت مقتنع اكتر بوضعك اكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي مش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني او شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم او احد من اسباب الخلاقات بينكم في طرف بينكم ممكن انت او ممكن الطرف الاخر حس بيرفض حس انه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لانه عمشوف انه في كتر من هالمشاعر مش عم تحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم او بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوه لبعض همشوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون او في بينكم شغف كتير عالي ممكن يكون اه ولد الغيرة بينكم او ممكن هالشخص او انت لانه هاي الطاقة مشتركة عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لانه الوضع بينكم عمشوف عفوي او ما فيه له طريق او نمط او ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص انت وهو مش بعلاقة جدية فصعب عليك انه انت تعبر او هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره او شو اللي بيحس فيه بينكم اه الطاقة المائية عمشوف ايضا انت وهو بتشوفوا بعض سول ميت لانه عندك فانت وايضا عندك ففي طرف منكم عم ينظر الى الطرف الاخر وكأنه سول ميت وكأنه رفيق الدرب ايضا ممكن يكون سبب المشاكل او واحد من اسباب المشاكل بينكم انه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة ما فيه خط معين تمشوا عليه يعني انت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهيدا ممكن يكون اثر على احد من الاطراف انه ما فيه التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون او نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف انت بالمستقبل فيه اشي عم تحس انك مربوط فيه ممكن انت البعض منكم ممكن يكون تركه الشخص وعم تحس انك لانه انترابمنت هال هالمراء هالكرت ما يعادل او ما يوازي ناين او سورد يعني انت عم تحس بسجن شوي عقلي او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور قبل ماضي عم تحس انك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافه الحلو بهاد انه الكرت طلع عندك هون مقلوب ثري اوف سورد عادة ان بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف او جرح بالمشاعر ولكن مع المدكة عندي ما فيه كروت مقلوبة بيرمز الى انه الكرت اجاك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري اوف سوردز بيرمز على انك تطالع من جرح معين او طالع من حالة حزن معينة او رح تطلع اذا انت البعض منكم اذا قراءة عكسية وانت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه او لحتى تتقبل الامر وطبيعة العلاقة بينكم الى انه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها انك مظلوم من اساسات خربت بالعلاقة او من علاقة فاشلة مع شخص او كونكشن او تواصل ما زبط مع شخص ايضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل او رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة اشخاص ولكن بدك تنظر الى الامور بطريقة حيادية او بطريقة محايدة لانه في كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف انت مركز اكتر يعني انه انت بدك عادل بالموضوع بالمستقبل في خطواتك في المستقبلية عم تبحث الى نوع من العدل فاغلب العروض هاي عم شوف انه مش رح تستهويك او مش رح تعجبك يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل او خطواته بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون او هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر او اسبوعين او شهرين حتى بيختلف من شخص الاخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس بي حزن عم يحس انه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس انه مجروح كتير ايضا عم شوف انه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لانه عنده اس اوف كبس يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود ايضا سواء كان بعلاقة او بداية اشي جديد معين الى انه مش رح يعبر عن هالاشي يعني هالشخص عم يشوف صعب انه يجي يحكي معك او يعبر للك عن طبيعة مشاعره بالذات اذا انت محوط باشخاص اخرى او في عندك حوالينك اشخاص اخرى هو ماخد موقف دفاعي يعني باني صور حول نفسه هالشخص وعم حسه انه بالعقل الباطني او بطبيعة افكاره من جوه مشوش عاطفيا عم يحس بصراع جوه حاله لانه بيكن المشاعر للك ولكن بنفس الوقت بيحس انه بموقف مش عم يسمح له انه يعبر ان شوه بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة او حبيب قديم لانه عم شوف انه انت في عندك عروض هون وفي عندك ايضا رضا نفسي فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا اكس قديم عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له انه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف انه غير قادر انه يحكي لك هالاشي خايف من الرفض ايضا لانه عندك هون ريجيكشن فهالشخص خايف انه بس يعبر او اذا اجا حكى معك خايف من انه ينرفض او انت ترفض ارض الحب تبعو لانه بتشوف انه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم او بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط Temptation هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون انت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراءات لانه Temptation عندك هون Temptation ترمز الى اغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشي اللي اللي بتفيدك والاشي اللي مش رح تفيدك لانه من اغلب العروض اللي رح تجيك ممكن تسعين بالمية منها او اغلبها تكون اشي مش رح تفيدك او اغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف انه انتو رح تنحطوا بموقف او للبعض منكم اللي انتو بيعلاقة مع بعض حالياً ولكن الامور مش عم تمشي متل ما انت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز فيه ناس ايضاً لدها تتخرب بينكم لانه Temptation فممكن فيه اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونكتشن بينكم لانه عم شوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة عم شوف infidelity او عم شوف خيانة او عم شوف يعني اشخاص عم تحاول تخرب او عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل فالبعض منكم اللي بيعلاقة حالياً بدك تنتبه من الاشخاص اللي انت محوط فيهم لانه ممكن اغلب الاشخاص اللي انت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك او اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الاشخاص اللي انت محوط فيها ايضاً البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك في عندك في عندك في بدك ما تركز على الامور اللي راحت لانه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لانه اغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي افهمت علي؟ ممكن تكون ايضاً خسارة بينكم مادية صارت او خسارة بنوع من الـ بالعلاقة بمعنى انه عم تحس انه في فرصة بينك وبين هالشخص ضعت ولكن البعض منكم لانه عندك ففي تحرك بينك وبين هالشخص في طرف راح يتقرب الى الشخص الاخر او ايضاً راح يكون في عندك عرض حب من هالشخص او ممكن انت تقدم ما تعالى موسيقى